العالم يتطلع إلى منقذ نعم إلى مخلص ولكن للأسف عم بعتمه على موضوع يسوع المسيح واضح أنه يعني أنا بقولها بصريح العبارة إسرائيل تحتاج إلى يسوع إلى المسيح يسوع نعم المخلص يشوعها مشيخ حماس يحتاج إلى المسيح إلى المخلص وشفنا خلال كل هاي السنين اللي عشناها يعني من أول ما ولدت في هالأرض أنا ونسمع بحروباته طبعا منهن أهلي اللي تشردوا واللي تشتتوا أخذت بيوتهم وأرضيهم وكله من أول يعني إلنا أكتر من 70-75 سنة منعاني من هالموضوع وأقول بكل صراحة نحتاج إلى المخلص العالم مثل ما قلت الأمم المتحدة بطالبه في شخص ينقذ مين هذا المنقذ اللي المفروض انقدمه لكل البشرية ولشعبنا بشكل خاص هو الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد الذي جاء من السماء متجسدا ورفع على الصليب بكامل إرادته عندما قال لسلطان أن أخذها وسلطان أن أضح أيضا هو الرب يسوع المسيح الذي ينادي على كل البشرية تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم فعلا ما في راحة إلا بيسوع المسيح ممكن كلمة صلاة يعني تقود أي شخص ممكن يقولك فعلا أنا عاوز أطلب الرب ممكن تقود بكلمة أشجعك صلي معي أخي أختي هذه الصلاة البسيطة يا رب يسوع المسيح آتي إليك بتعبي وسط اضطرابي آتي إليك من خطيايا آتي إليك من عالم مضطرب لكي تخلصني وتطهرني وتسكن في قلبي وتريحني من انزعاجي تعطيني الحياة الأبدية فأنتظر مجيئك لأكون معك في السماء أحتاج تمسك بيدي أمشي معك وأنت معي أثق إنك قبلتني في اسم الرب يسوع المسيح آمين 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 شكرا جزيلا أخي لي ربني باركك ويبارك خدمتك ودايما نزورنا شكرا نفسي نزار ربني باركك شرف وبركة كون مع حضرتك حبيب الله يباركك اللي باركك موسيقى 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 موسيقى